في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادته وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب سيد غانم من فضل البوعينين أن ما حققه مجلس النواب من إنجازات كبيرة منذ الفصل التشريعي الأول وحتى اليوم يعد ركيزة لمزيد من الإنجازات كما أكد سعادته أن المجلس مقبل على مناقشة قانونين مهمين خلال الفترة المقبلة كل عام وكل فصل التشريعي نضيف جديدا قل أو كثر ولكن في الأخير اعتبر إضافة فالعمل النيابي والعمل التشريعي عمل مؤسسي يقوم على تراكم الإنجازات فعندما نتحدث عن إنجاز ما لا نتكلم عن فقط سنة واحدة ونتكلم عن بداية الفصل التشريعي الأول وبداية الدور الأول من هذا الفصل سنة 2002 إلى اليوم نحن في الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس فهي تعتبر أعمال متراكمة ما أنجزه السابقون يعتبر إنجاز لللاحقون كعمل تشريعي كما قلت أتصور إن شاء الله عما قريب سوف يكون في أروقة مجلس النواب تحديدا وبالتالي في أروقة الشورى من القوانين المهمة سوف يضيف الكثير إلى المنظومة التشريعية في المملكة قانون البحري وقانون كبير صراحة لا ألوم الأخوان في لجنة المرافق يعني يفوق للثلاثمائة وخمسين ويمكن ثلاثمائة وسبعين أو ثلاثمائة وتسعين مادة في هذا القانون ما يقارب للأربعمائة مادة فليس بالقليل قانون البيئة أيضا سوف نراه إن شاء الله قريبا في الجلسة العامة عندما تنتهي لجنة المرافق من هذين القانونين بالإضافة طبعا لقانون أخرى كثيرة تصب في مصلحة البلاد مما يرفع شأنها ويحسن وضعها على المستوى الدولي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب السيد غانم بن فضل البعين أكد كذلك على أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عاد بالفائدة على تطبيق توجهات مملكة البحرين الاقتصادية في تطبيق برنامج التوازن المالي وتنامي اقتصاد المملكة فضل الله سبحانه وتعالى البحرين أنجزت الكثير خصة في قضية الوضع المالي من خلال برنامج التوازن المالي ومن خلال تقييم مركز البحرين المالي والاقتصادي على المستوى الدولي كل هذه الانجازات طبعا لم تكن لتتم لو لا تعاون الوثيق مع السلطة التشريعية مجلسيها ربما في هذا تحديدا يكون مجلس النواب عندما اتفقنا على برنامج التوازن المالي الذي كان له الأثر كبير في تحسين وضعية المالية العامة وتحسين وضعية الدين العام والعز المالي خلال هذه السنوات أتمنى وسوف نرى إن شاء الله نتائج هذا التعاون قريبا من خلال مؤشرات إيجابية على المستوى العالمي بالنسبة لوضع البحرين كما قلت المالي والاقتصادي ترجمة نانسي قنقر